أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان نحن دلوقتي فقرة بقى مهمة جدا يا مينا دلوقتي أكل اللحمة بقى والعيد كل سلام يا طيب كل سلام كل مشاهدينا طيبين كلها كاميوم ودخلين على أيام عيد الأطحى والمبارك يعني الفتة واللحمة والدهون الزيادة طيب نعمل إيه؟ هنعرف نخلي بالنا ونرعي عدم الإفراط في أكل اللحمة إزاي؟ هل في روشدة نقدر نمشي عليها عشان نقلل العدد السوارات الحرارية اللي ممكن نكتسبها في الكاميوم دول ده اللي نقدر نعرفه من ضفنا اللي منوارنا في الستوديو في صباح الخير يا مصر الدكتور رامي صباح الدين استشاري التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي صباح الخير عليك بقى صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فتة يعني احنا نحاول نقنع السادة المشاهدين أنا شخصية مش هقتنق يعني مااش ضعبية نقنع السادة المشاهدين بإني فيه روشدة نقدر نمشي عليها في العين ده اي خلان اول متفقين بس ان البروتين مش سعرات حرية كبيرة زي ما الناس متخيلة هو مش حاجة بتدي طاقة هو سلوك تعودنا عليه ان انت متعود ان انت بتسحى يوم العيد الصبح هنا بقى بتكمن المشكلة ان الناس بتفتر لحمة وتتغدى لحمة وتتعشى لحمة واللي هو يا دكتور ده هم 3-4 ايام وبيخرج طبعا من اجهزة العيد دي مش فكرة زيادة في الوزن على قد ما بيحصل مشاكل كبيرة جدا في الجهاز الهضمي هي دي المشكلة المشكلة ما بتبقاش زيادة وزن لان البروتين ما بتحولش يبقى طاقة هو بيخدم الكتلة العضلية وطبعا سيادتك ما بتبذلش اي نوع من النوع النشاطات فانت ما بتستفدش من كمية البروتين دي كلها فالجهاز الهضمي هو اللي بيتحمل المصيبة اللي بتحصل دي للأسف وهي دي مشكلة سوق التغذية اللي بتحصل في اجهزة العيد خلانا نقول زي ما قلنا كده في البداية موضوع طبق الصلطة هي الفكرة من طبق الصلطة مش مش المقصود ان هو كطبق صلطة دا هو المقصود ان سيادتك ما تخشش على الوجبة اللي انت حتاكلها سواء كانت في طارق او غداء او عشاء جعان ليه؟ يعني ما هو انت لما تجوه حتاكل كمية اكبر من اكتر حاجة بتشغل الحيز على الصفرة وهي بيبقى البروتين ايه؟ نهو عيد مثلا ما هو ايه علاقة العيد بكمية البروتين هي دي الفكرة عيد فرحة يا دكتور تتم مصممين بقى مثلا وقاين والله مش مصممين ولا حاجة ما احنا وقاين هتفكت رشد تاني هو عشان هي بتقولك ان ده العيد هو ده عيد اللحمة يا جماعة يعني احنا حتى بنجي في العيد ده نقول ايه؟ مفيش مصروف في العيد عشان ده عيد اللحمة صح؟ اه اه ما هو معروف عيد اللحمة الملبسة اه مفيش العدية طب انا انت هتاكل لحمة وهتتبسط بس تاكلها بالطريقة اللي تخدم الجهاز الهضمي بس انا اقولك على حاجة احنا زمان كان ممكن اصحيتك ممكن تسعفك ان انت تقدر تتعامل مع 3-4 ايام وتقدر تعدي جدك شوية تلبك حصل اي مشكلة في الجهاز الهضمي فانت بتقدر تسعف نفسك وجسمك يقدر يساعدك لكن انا دلوقتي في العصر الحديث بتاع الفيروسات والمشاكل الصحية اللي بتحصل والاضطرابات اللي بتحصل في جهاز المناعم فانت عايز جهاز الهضمي ده يبقى جاهز بنسبة 100% في كل التوقيتات على مدار السنة انه يقدر يسعفك هنا بتحصل المشكلة انت بتحط لود او بتحط حمل زيادة على الجهاز الهضمي وبالتالي بتبدأ تجني ثمار ده بعد كده مناعة بتضعف الجسم بيبدأ يبذل مجود عنيف جدا والكده بتبذل مجود عنيف جدا عشان يحصل تخلص من كمية الهضم اللي حصلت للبروتين دي كلها فهي دي الفكرة زال ان انت احنا لو هتيجي على قد اللحمة بس فبتبقى الدنيا الى حد ما لطيفة لكن انت في مشاكل كتير قوي بتبقى جنب اللحمة من تيجي من ابسط حاجة كمية الدهون اللي موجودة في اللحمة لأعلى حاجة للحاجات الكتير قوي اللي بتتاكل اللي بتخرج من الحيوان ممكن تكون غير صالحة للاستخدام الادمي للأذب اللي هي ايه انت عارف الحاجات اللي غير صالحة للاستخدام الادمي دي احنا مش عايزين نوصل الناس للدرجة اللي هي انا مش عايزك تبقى يعني عندك مشكلة مع الحاجات اللي انت بتاكلها انا بس هنلخص الموضوع ان انت عندي مشكلة في التوقيتات فقط لا غير هي دي الازمة التوقيت ان انت بتسحى من النوم الصبح بترح تصال العيد بترجع بتلاقي البيت جاهز فيه فتة وفيه لحمة جاهزة في فترة او الكبد حتى هي دي الفكرة الجهاز الهضمي لسه مشتغلش انت ما ينفعش ده العربية نفسها ما بتتحركش غل ما بتاخد فترة من ربع ساعة لتلق ساعة تسخن فيها تخيل انت بقى لما بتبتري على الجهاز الهضمي وتنزل بحاجة محتاجة حمل كبير جدا كمية الدم بتاعت الجسم بتبدأ تروح للمعدة بصورة عنيفة جدا عشان يتم الهضم بصورة كويسة باقي اعضاء الجسم بتتأثر وزيف مخك بتتأثر وزيف الكلاب بتتأثر وزيف الكبد بيتأثر فده كله مقابل ايه مقابل ان انت تاكل كمية البروتين دي كلها لا انت ممكن بصورة جدا ما اعتقدش ان لسه فيه قصة كميات البروتين الكبيرة والمبلغ فيها دكتور احنا عارفين ان فيه ازمة عالمية يعني واحنا عارفين برضو ان الامور ما بقيتش بنفس الظروف الاقتصادية زي زمان فاحنا عارفين ان الامور هتبقى مختلفة يعني محدش هيبقى عنده الواجبات الثلاثة او الثلاثة واجبات هياخدهم في طرب وغدا وعشا لحمة ربنا وسع الناس كلها بس ما بقاش متاح دا دلوقت الناس تقريبا بتستنى الايام دي من السنة كلها وبتجهز موضوع اللحمة ده ممكن يقعد قبلها بشهر او شهرين ما بيكلش بروتين عشان خطر التلات اربع ايام هو ده للأسف السلوكيا للناس لازم تبدأ وعيها انت عندك او ممكن تقسم ده على خمس ست ايام لا واحنا جايين زي ما قلتلك احنا جايين عشان نعرف الناس انت هتتعمل ازاي مع كمية البروتين دي او انت محتاج تاكل الصبح كبدة انت ممكن تاكل كبدة طبعا انا عايز ادخل كلام جنب البروتين ربنا يوسع الناس مش كل الناس هتبقى الوجبة الرئيسية بتاعتها بروتين بس هتبقى بتسند بكميات من النشويات الفتة هتبقى كتير قوي علشان تبقى موجودة هيبقى فيه ثواني رؤاء هيبقى فيه ايا كان بقى الانواع بس فيه انواع كتير من النشويات هتبقى موجودة هنزود عليها دهون ولا هنعمل لا لا خلينا نقول بس انه ما عنديش مشكلة في نوعيات الاكل دي بس دي تبقى في وجبة واحدة بس على مدار اليوم وليكن هي فهتبقى وجبة الغدى الوجبة اللي بيبقى اغلب الناس موجودين فيها لكن ده ما يحصلش مثلا على وجبة الفطار وجبة الفطار انت ممكن تاكل حاجة بسيطة جدا فطارك العادي تمام انت زي ما انت قلت الاسف ما بتديش نفسك مساحة عشان تقدر تاكل كميات اكبر من الاكل على وجبة الغدى لا حاول تخش الوجبة الغدى اللي هي الوجبة الرئيسية في العيد وانت شبعان اشرب مياه كل اي نوع من انواع الفكهة اي نوع من انواع المكسرات قبل وجبة الغدى بنص ساعة خش بطنك هادية هتاكل وهتتبسط كل انواع الاكل الفتة واللحمة وكل حاجة هتاكلها بس هتاكلها وانت مش جعان ولو انت جعان للأسف هنا بتيجي العشوائية انت بتفضل تاكل 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 لما بطنك تتملي ونفسك يروح فانت هنا ساعتا بحس بالامتلاء ده للأسف لكن لو انت داخل شبعان انت مجرد الاستمتاع بالوجبة اللي هتاكلها غنية طبعا فيها الفتة وفيها اللحمة وفيها طبق السلطة مش عايز طبق السلطة ما عندناش مشكلة ما في طبق السلطة نشيله بس ما تخشش جعان عندنا بداية طبق السلطة عندنا جرجير وعندنا خصو هو الناس بتبقى دماغها دايما في طبق السلطة المكونات الكتيرة وطبق الأخضر اللي هو انت لازم تخلصه لا 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 القصة دي لا انت ممكن بصورة جدا تاكل خيارتين فده بالنسبة لي هيبقى كويس جدا تاكل الجرجير زي ما انت حضرك قلت ده بالنسبة لي هيبقى لطيف جدا بس ما تخشش على اول حاجة تخش الجهاز الهضمي حاجة شرسة محتاجة جهاز الهضمي يشتغل بصورة عنيفة جدا هنا القصة القصة تكمن بقى في التفاصيل اللي جوا اللي هو طريقة الطبخ طريقة الاختيارك للنوع اللحمة طريقة للأسف كمية الدغون ما هي بقى انا عيد برضو تاني حرجح نقول يعني بسموك بكم يوم من طريقة الاكل القديمة لا مش فكرة طريقة الاكل القديمة كان دايما زي ما قلتلك الامهات بتتسابق فان شكل طبق الفتة يبقى شكله بيلمع كده بسبب كمية الدهون اللي موجودة عليه لا انت مش محتاجة كمية الدهون دي كلها انت ممكن بسهولة جدا تقليلي كمية الدهون اللي موجودة اهتم بالجزء الخاص بالنشويات ما فيش منه مشكلة اللحم حولي بقدر الامكان مش لازم تبقى كمية كبيرة جدا من البروتين احنا لو نيجي نحسب للناس كلها ارقامها هتلاقي اقصى واحد لو ما بمارسش اي نوع من نوع الرياضة وما يتجاوزش الميت جرام بروتين يعني حتة لحمة قد كده فالموضوع مش محتاج ان انت تحطيله ربع كيلو ونص كيلو فانت اهتم باختيارك لنوع البروتين اللحمة تكون حمرة وما تكونش فيها دهون كمية الدهون كبيرة حتى لما بتيجي تشويها بطريقة صحية لان اللفظ الشوي ده على فكرة في بطنه مصيبة كبيرة وبطنه مشكلة كبيرة جدا اغلب الناس بتروح تشوي على الفحم فبيجيب كمية فحم كبيرة ويبدأ يحطها على الشواية ويبدأ يحط اللحمة بصورة مباشرة قريبة من الفحم فبتنزل للدهون بتاعت اللحوم تنزل على الفحم فتطلق الريحة اللي احنا كلنا بتتبسط منها جهاز التنفسي بيبوز وفي ناس بتوصل لمراحل من السرطان للأسف بسبب كمية الدخان دي بما يحملها من المواد الكيميائية اللي بتيجي من انصهار الدهون بتاعت البروتين اللي بتحصل فانت كل ما بتزيد الدخان للأسف الناس بتتبسط أكتر وهي دي المشكلة الكبيرة يعني الشاوي غلط الشاوي بالصورة دي اللي هي اللحمة ما تقربش من الفحم بالضبط انت لازم لها أصول انت الأول لازم يبقى مكان مفتوح ما ينفعش تشوي في بيت مقفول لازم مفتوح تماما فوق السطح بقى فجلينة تصرف بالضبط حاول بقدر الإمكان تبقى اللحمة مش مباشرة على الفحم لو فيه أكتر من طبقة فده هيبقى لطيف البقدونس اللي بيتحط تحت اللحمة اللي الناس بتعتبره دكور في المطاعم لا هو مش دكور هو محطوط عشان يمتص شوية من الدهون اللي بتحصل حاول بقدر الإمكان تبقى الشوية ميلة سنة بحس ان الدهون ما تنزلش مباشرة على الفحم عشان تقلل كمية الدخان اللي طالع فبالتالي تقدر تستمتع باللحمة اللي انت بتاكلها ده رقم واحد رقم اتنين تبعد تماما عن الجزء اللي تحرق من اللحمة للأسف فيه ناس بتجري ورا النوعية دي من البروتين بسأل خير صباح الخير فهو انت حاول تبعد عن اللحمة اللي بدأت تسود بدأت تاخد لون تحرقت زي ما احنا بنقول يعني هتبقى مقرمشة شوية بس ده مقرمشة دي درجة من درجات السوا خلي بالك لكن فيه بتوصل لدرجة ان هي تسود الناس بتسيبها لغاية لما تنشف تماما وتبقى نشفة شوية دي بتبقى للأسف اللحمة خلاص بقت غير صالحة برضو نفس الفكرة في طريقة الطبخ تبقى الياف بس فقدت يعني خلاص وبدأت تخش في مشاكل انت بدأت تاخد بقى المساوئ بتاعت الدخان بتاع اللي بيطلع من صهار الدهون للأسف اهتمت بطريقة الطبخ الأسف الناس ما بتستناش شوية على اللحمة من الدرجة ان اللحمة كلها تستوي لأ ممكن تلاقي من بره بدأت تاخد لون بس منقلب بتاع اللحمة لسه للأسف سيء هنا بقى بتكمن التفاصيل المهمة اللي انا يهمني كدكتور تغذية انا مش جاي عقادك ولا جاي اقول لك ما تكلش او ما تتبسطش في اليوم ده لا كل وتبسط بس كل بالعقد يوم واحد كفيل ان هو ينقص حياتك مش فكرة دلوقتي بقى ان انت حتروح تاخد دواء للمشاكل الصحية اللي بتحصل في الجهاز الهضمي لا انت الجهاز المناعي بتاعك انت بتضر يوم هو بيفضل يلملم جراحه اكتر من 20-30 يوم لو الله احنا بتعتمد على الفوار بعدها واي حاجة بتهدم لو تيجي على قد الهضم انا معاك بس هي القصة ما بتبقاش هضمة بس لقد انت عندك القولون بيتأثر وبتفضل عايش انت في انتفاخات ومغص وسوق تغذية لمدة يومين 3 وده بيبقى حاجة انت مش يعني انت عيد عشان اتبسط يعني عيد فرحة زي ما احنا بنقول انت تبسط بالتلات اربع ايام بس في نفس الوقت ما تضرش صحيح طب احنا ما ناكلش لحمة اول ما نصحب من النوم وما ناكلهاش بالليل برضو بالذات طبعا انت شمحتاج كمية البروتين دي كلها فطارك وعشاك هو الفطار التقليدي بتاعك خالص اتبسط في وجبة الغداء حاول بقدر امكانت يبقى وجبة الغداء يا دكتور ما هو كده بقى يوم عادي اكلمك بمونتها الامانة والله كده بقى يوم عادي زي الايام العادية اللي بنعيشها ما بقاشهم عيد ان انا بفطر عادي وبتعش عادي او ما بتعشاش وفي نفس الوقت الغداء فيها بروتين وخلاص ما هو هي الفكرة كلها مش في اللحمة احنا لو هنيجي بنتكلم على اللحمة للأسف عندنا سلوكيات المفروض ان هي سلوكيات دينية اللي بيحصل ان انت جزء كبير جدا من الدبيحة بيطلع تبرع وجزء بيروح للأقارب هنا المتعة اللي بتيجي في العيد ان انت تمشي بكيس اللحمة او 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 فهتبقى لك جزء صغير انت محتاج تستهلكه على مدار أسبوع أو أسبوعين مش لازم يخلص في نفس اليوم هي دي الفكرة انت بتعزم ناس كتير بتعمل عزمات بتروح عزمات فهنا بتيجي القصة العزمات بتبقى وجبة واحدة انت مش هتعزم واحد يقعد معاك في طار غدا عشاء هي دي الفكرة بس لأسف احنا علاقتنا الاجتماعية بدأ اتقل فانت بقيت مت يعني بيترتب عليه ان انت ما فيش عزمات او فانت بتاكن انت اللحمة الموجودة بتاكن انت اللحمة اللي موجودة في طار غدا عشاء هي دي المشكلة زي ما قلت لك انت استمتع باللحمة بالوجبة بتاعتك بالفتة اللي انت عايزه بس في وجبة واحدة واحاول بقدر الامكان تبقى قريبة من النهار تبعد بكتير قوعا بالليل لانا عملية الهضم بالليل ما بتبقاش قلطة في حاجة احنا ما بنتكلمش على بقى انك تخس او تدخن خلاص احنا هنخرج الناس برا زون الدايت او برا زون التغزية العلاجية دي الايام الفري ايه؟ دي الايام الفري ما هي الفري لما بتبقى محسوبة انت بتستفيده وبتستمتع وانا في نفسه برضو مستفيد لو انت هتتكلم على الناس اللي بتمشي على برامي غزائية ويجي خش العيد هو لازم انا بحذر الناس دي بالذات لان انت لو خرجت عن النص بالصورة الشرسة دي اللي هي افطار غدا عشاء بروتين بطريق طبخة معينة انت هتعاني اربع او عشر اضعاف الشخص العادي اللي هو مش ماشي على خطة علاجية يعني الشخص العشوائي ممكن يبقى الموضوع هاين بالنسباله لكن الشخص اللي مهتم بفتاره مهتم بغداية مهتم بعشاء فلما تيجي تقوله في العيد انا هتديك فري يعني بتبقى وجبة واحدة ومتزنة لو زدت عن الحد ما تلومش الى نفسك طب دكتور احنا عندنا مقولة مشهورة كده دايما بنضحك عليها على السوشيال ميديا خناقة العيد خناقة العيد دي بتبقى مرتبطة بالبروتين يعني البروتين زيادة او اللحمة زيادة بتخلي الناس عنيفة اكتر عصبية اكتر فده ممكن يكون بسبب بشكل او باخر خناقة العيد الناس بتتكلم عليها خلينا نقول ايه رأيك من الموضوع ده ده انا بستن رأيك انت رأي الطبي ولا رأي المجتمع اللي انت شايفه لأ خلينا بقول ان الكلام ده يحسن لو انت شخص رياضي لو انت بتستحرق كمية بروتين كتيرة وانت شخص رياضي فده بيديك نوع من انواع القوة العضلية واضافة للكتلة العضلية بتاعتك بس خلينا نقول نقطة مهمة جدا ان البروتين ما بيديش طاقة مقارنة بالنشويات مقارنة بالرز مقارنة بالفاكهة مقارنة بالسكريات مقارنة بالحاجات دي ده الحاجات اللي بتديني طاقة فبتخلي نشاطك اعلى البروتين ما بيحصلش كده البروتين بيقدم قيمة للكتلة العضلية بتاعتك فانت لو شخص رياضي هتستفيد مش شخص رياضي للأسف مش هتستفيد من كمية البروتين دي كلها بالعكس الموضوع هيجي عليك بالضرر البروتين ممكن يعملك عسرة هضمة لو اتاخد بكمية كبيرة ممكن يعملك مشاكل بعد كده في التخلص منه عن طريق الكبد انه يوصل يبقى يوريا ويخرج بر الجسم عن طريق الكلة فده بيبقى حمل يعني فيه نوعيات من الناس بيبقى التعامل معها ما بيبقاش بالصورة الناس اللي بتعاني من المشاكل في الكبد او بتعاني من المشاكل في الكبد فكمية البروتين العالية ممكن تخليني تحت رحمة مشاكل صحية ممكن تحصل فاحنا النهاردة بس عايزين نخرج كده بخلاصة بسيطة للناس الناس تفهم النقطة انا مش جاي عقادكو ولا جاي اقولك ما تاكلش لا انا جاي اقولك ان صحتك هي منعتك هي اللي هتخليك تعيش بعد كده تبقى انسان كويس رقم اتنين حاول بقدر الامكان انت عندك تلات واجبات استمتع بالواجبة الرئيسية اللي انت محتاجها في فترة العيد اللي بيبقى على الصفرة اغلب الناس موجودة ويبعد تماما على ان انت تهتم بواجبة الفطار او واجبة الغداء ككمية اكل لكن هما كواجبات مهمة فهم ما يقلوش اهمية عن واجبة الغداء النمرة تلاتة ودي حاجة مهمة جدا موضوع الشاوي زي ما انا قلتلك احنا للأسف بنتبسط في موضوع الشاوي ده فلأسف انت ممكن تحط نفسك في زون صحية سيئة للغاية لو انت اهتميت بكمية الفحمة وهتميت بكمية الدهون اللي بتنزل على الفحمة طيب دكتور رامي بالنسبة الفترة هل هي هتفضل على وضاها بكم الدهون اللي هناخدها منها ولا فيه حاجة ممكن نعملها بس بعيدا عن الكميات بعيدا عن الكميات هل ممكن اعملها بطريقة مثلا تكون اقل ضررا من الفترة اللي احنا بنكلها دي خلينا اه طبعا نعملها باقل ضررا ده طبيعي وتمام وزي الفل ما نستخدمش الكمية الدهون الشارسة اللي بتتعمل في طريقة الطبخة الزبدة البلدي والسمنة والحاجات دي كلها ما هي دي تبقى موجودة في الشربة يعني هي بتتاخد الشربة تتحط على العيش اتمنى ان هي تيجي على قد الشربة هي ما بتبقاش على قد الشربة فقط لغير لو على قد الشربة فالموضوع هيبقى صحي يخلي بالك الاسف بيتحط اضافات تانية زي السمنة ما هي دي اللي هتديك اللون وهتديك الدسامة اللي بتحصل فيها تحميس العيش عشان يبقى مكرقش اختيارك للعيش حاول بقدر امكاني يبقى عيش بلدي لو انت بتقدم الفتة في جزء من ناعيش فانت حاول تبعد عن العيش اللي معمول بالديل أبيض العيش البلدي بيبقى لطيف فانت لو عايز تخش مستوى أعلى فهتخش بعيش معمول بديل في تفاصيل كتير جدا ممكن تفرق تمام بالنسبة لكمية الرز انت مش محتاج كمية الرز دي كلها انت ممكن شوية رز مسلوقين لطاف جدا يكتفي بكمية الدهون اللي بتيجي من الشربة فدي هتبقى حاجة كويسة جدا هي للأسف بتبقى القصة قصة كمية انت بتبقى مجهز الجهاز الهضمي انه هو داخل فخناقة من الساعة مصيحي من النوم ويلا هب هنتخاني هنتخاني بقى الفتة يلا الكبد هتتشوى بس هي لو تيجي على قد تشويح الكبد مشكلة مش في تشويح الكبد مشكلة في كمية الأكل الكبيرة في التوقيت الغير منافع السلام حضرتك طير دكتور رامي دورتنا وشرفتنا دكتور رامي صلاح الدين استشاري تغذية العلاجات والعلاج الطبيعي شكرا جزيلا لحظة شكرا لك يا دكتور